جو السماء عطر القلوب أريجه قد فحمل هذا اللقاء الروح تسريح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في رقائنا الأسبوعي بل في عيدنا الأسبوعي مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه وريو ذلك والقادر عليه ورب الكعبة أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى إنه وريو ذلك والقادر عليه أكواتي وأحبابي كما تعود من أدعو المرضى المسلمين من أدعو الوالدي والأخت ودى المصري الحجة سعاد عف الدكتور سامر يوسف السيد هاني صلاح والأستاذ ياسر الهواري السيد سيد المصري أمير وأهاب الطهري الطفلة براءة ربنا يا رب يشفيك يا براءة والدعية عبدالله بنعمة ومن الغالية الحجة خيرات والأخت نعمة أحمد عبد المجيد الحجة سمية الرواس الأخت إيمان المصري الأستاذ غازي العنزي الطفلة سهيلة أشرف لطفي هبى سلطان وأخوها مصطفى وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أياش فيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أياش فيهم ندعو الموتى المسلمين ندعو الوالدتي الله يرحمها والد ووالدة الحج ناجد شرب والدكتور الغالي الدكتور محمد محمد عبد الحي والطفلة أمنية مجدي وضحايا القطارين في السعيد أسأل الله عز وجل أن أرحمهم جميعا رحمة واسعة اللهم أكل منزلهم ووسع مدخلهم وغسرهم بالثلج والماء والبرد اجعل كبورهم روضة مرياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران وسع كبورهم ونور كبورهم اجمعنا وإياهم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة أخواني وأحبابي وأهلي وناسي ربنا اجمعنا وإياكم على الخير دائما بالله عليكم وأستحلفكم بالله في قيام الليل بالليل في النهار في أي وقت في سجودكم لا تنسوا الدعاء لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن يفرج قربهم وأن ينصرهم على أعدائهم من اليهود الملاعين أبناء الكردة والخنازير إنه وليه ذلك والقادر عليه أخواني وحبيبي وأخت الفاضلة أنا لا تتخيلوا يمكن الفترة دي بس كده يعني الواحد في انتعاشة كده وسعادة لا تخطر على قلب بشر من يعني نجاح الهائل حملة مقاطعة التبرج وما كنت أتخيل إن ربنا لكن إذا أخذوا بالك يعني والله عند حسن ظن طبعا ورب الكعبة عند حسن ظن بكل أخت مسلمة وكل بنت مسلمة وكل أم مسلمة يعني أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا يعني عندي حسن ظن بهم إلى أبعد ما تتخيلوا فوق ما تتخيلوا لكن كنت بقول المرة اللي فاتت يعني لما ذكرت حديث أميمة بنت رقيقة وأجدد الحديث اللي ما سمعتوش المرة اللي فاتت أجدد الحديث حديث رواء أحمد بسنة صعية بس مش أقوله لما تصلنا عن النبي أيوة صلنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواء أحمد بسنة صحية عن أميمة بنت رقيقة أنها ذهبت لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تأتي ببهتان تفترينه وإلى آخر الحديث في آخر قال إيه قال ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى يا نساء المسلمين دي باعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكم كنساء إن شاء الله وما أظن إن فيه مسلمة بتحب النبي وبتحب ربنا ممكن تتخلف أبدا عن مبايعة النبي وقلت المرة اللي فاتت يا جماعة قلت كم مسلمة ممكن تبايع النبي النهاردة وطلبت المرة اللي فاتت وقلت لكم يعني أنا عارف إن انتو بتحبوني زي ما بحبكم وأنا باثق إن أنا بحبكم لكن حبكم لي من باب حصن الظن أنا واثق برضو إن انتو بتحبوني زي ما بحبكم وربنا يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن يوم ما لا ظل إلا ظله لكن قلت المرة اللي فاتت قلت لو خمسين أخت ربنا يكرمهم ويقولوا إحنا هنجدد الباعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تفتكروا الحديث لما ذكرت المرة اللي فاتت قلت يا جماعة أنا بطلب أني خمسين أخت يبعثوا يقولوا أنه هنلبس الحجاب وأنا أمري في الله كبير جدا وعن بحصة ظن إن شاء الله أنه هيوصلوا لمتين وإذا بالمفاجأة التي تكاد تزهل عقلي أن العدد بفضل الله عدد ثلاث تلاف أخت بفضل الله سبحانه وتعالى ده اللي وصلنا على الاسم اسز إن شاء الله طبعا ما أقدرش أقرأ تلاث تلاف لكن هوزعه إن شاء الله على وعد أن احنا كل مرة نقرأ مجموعة من رسائل مش هقرأ رسائلنا نفسها لكن هقرأ الأسماء فقط وصلتنا رسائل جميلة جدا جدا حاجة تفرح طبعا عدد كبير جدا أنا ما كنت أتخيله ده غير الرسائل اللي جاتني على الموبايلي الشخصي ده غير اللي ما تعرفش رقم موبايلي ولا تعرف تبعث رسائل على الشاشة اللي الناس بقى مع بعض كده بيقولولي ده فلانة تحجبت في الشارع الفولاني وفي المنطقة الفولانية خمسة تحجبه في شارع واحد وأسرك بكملة تحجبت اللهم لك الحمد الفضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم يعني لإخواننا الأفاضل القائمين على القناة ربنا يجزيك كل خير أن يساعدونا في الحملة ديت وأخص بالذكر طبعا أخويا وحبيب الأستاذ عصام حجازي ربنا يا رب يعلي قدرك عصام ويجزيك عني كل خير وأنا والله الذي لا إله غيره ما بقولها مجاملة أنا يعني طوال الليل والله بدأي لك ربنا يجعل الحملة ديت في ميزان حسناتك على اهتمامك الجميل بالحملة ديت وربنا يجعل كل محجبة في ميزان حسنات مش أخويا عصام بس ميزانه وميزانه وميزان مخري للحبيب بتاعنا أخويا ميدن اللي أحسن اللي أحسن يقلبها ظلمة دلوقتي وطبعا وكل حبيب اللي وراء الكاميرات والله أخويا سليمان اللي بيبصلها هو وجنبه أخويا اسمه إيه سالم الأخويا سالم وأخويا حمادة وأخويا المترجم ربنا بل فيه طبعا شايفينه أيها اللي على الجنب ده وكل إخواننا في القناة ربنا جزيزين كل خير والقائمين على القناة حقيقة يعني كانت حاملة مفرحة وطول الأسبوع وأنا ما كنت أدخال ممكن كل ده يحصل في أسبوع من الاتنين للاتنين ما شاء الله الله أكبر حوالي 3000 أخت بيقولوا إحنا هللبس حجاب وزي ما قلت لكم في أول حلقة لو تفتكروا لش الحلقة اللي فاتت لا لا بلا وصبحوني فرحان جدا يعني الحلقة اللي بلا قلت الصحو عاملة زي مصورة مية جميلة وصفية وبتجري في مصورة واسعة فلما أعداء الإسلام حوله دائق المصورة المياه دفعت أكتر أنا مبارح شايف لقاء على إحدى القناة الفضائية رجل كبير جدا جدا يعني سنه يعني أظن أنه ممكن يكون إكس بارد بقله ثلاث سنين سبحان الله يعني قلت مثلا ده شكله ميت من سنتين مثلا جايبينه وطلعين على القناة الرجل قعد في اللقاء والله الذي يلاقي له غير وبينام المزيعة يعني هو عمال بالكلمة وعمال بينامنا وطالع بيحارب بشدة لم يذكر للنقاب ولا الحجاب والحجاب عادة جاهلة طب إنت زعنام من إيه عمل حجة واحدة تلبس حجاب يعني حضرتك يعني المفروض يعني خلاص يعني خلاص سلام عليكم عليكم السلام يعني ربنا يديك الصحة ويرزقك توبطا نصوحا وطالع عمال يحارب في النقاب ويحارب في الحجاب عايز أقول كتر الحرب دي بفضل الله خلت أخواتنا اللي محجبات بيتمسكوا واللي مش محجبات اتحجبوا ربنا يبارف فيهم جميعنا رب العالمين وبقول لكل أخت اتحجبت مبروك ربنا يبارف فيك هقول لك كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وصالي بقى عن النبي مش معقولة كده ده النبي هو السبب في الخدة كله صلى الله عليه وسلم هقول لك كلمة النبي لما قال لك عبد بن مالك أبشر بخير يوم مرة عليك منذ ولداتك أمك أنا بقول لك بقى لكل أخت اتحجبت ولكل أخت محجبة أبشري بخير يوم مرة عليك منذ ولداتك أمك ده أحسن يوم في حياتك وأقول لك بقى نصيحة من أخوك اكتبي اليوم اللي تتحجبت فيه اكتبي كده في مذكراتك الشخصية وعلى إيها كده في مكان فوق السرير في أي مكان يعني مكان واضح في مذكراتك برضه عشان تفتكلي اليوم الحلو ده تقولي أجمل يوم في حياتي أحلى يوم طلع علي في الدنيا دي كلها يوم ما لبست الحجاب وعرفت طريق ربنا واتبعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت ماشى في قافلة أمهات المؤمنين ما شاء الله ماشى وراهم واحدة محجبة هتقابل يوم القيامة أمنا خديجة أمنا عائشة أمنا صفية وتروحوا ببوسي إيديهم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم عشان هم بقى يشاولوا للنبي يقولوا يا رسول الله بنتنا لبسة حجاب في الدنيا وقطعتك يا رسول الله شربها يا رسول الله من إيديك الطيبة الجميلة الطهيرة صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل وبدع من كل قلبي لكل أخت لبسة حجاب يا رب أسأل الله عليكم أمين وراء أسأل الله جل في علام بأسمائه الحسنى وصفاته العلام وبإسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرزق كل أخت تحجبت في هذا الأسبوع أن يرزقها صحبة النبي في الفردوس الأعلى وأن يرزق كل أخت تحجبت قبل ذلك صحبة النبي في الفردوس الأعلى وأن يرزق كل أخت ستتحجب بعد اليوم أن يرزقها صحبة النبي في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبة في الله عايز أقول عايزين نتبنى الحملة دي بواصي بخصوصا الأخوات اللبين يبر فيهم أنا عارف استجابتهم عالية جدا في بوضوع الخير ده عايزين أخوات اللبين يبر فيكم نتبنى حملة مقاطعة التبرج ومش أصدي حملة مقاطعة المتبرجات لا 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 بقول حملة مقاطعة التبرج التبرج إنهم المتبرجات مش هنطيعهم لا ده أنتوا تكتهدوا عليهم ده هم مضلت شغلتكم بقى إن أنت تكتهدوا عليهم باللين وبالرحمة وبالدعوة الجميلة والهدية الحانية والبسمة الجميلة الرقيقة والكلمة الطيبة وحاولوا بقى ربنا يبر فيكم تدعوم إلى الله عز وجل عايزين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في كل شارع وأنا بحملكم مسئولية يعني أنا عارف الأخوات إن شاء الله هيشيل المسئولية مش في مصر بس كل بلد من بلاد المسلمين بحمل في كل شارع كل أخت مسئولية إن هي على الأقل تدعو وحدة في المنطقة اللي عايشة فيها عشان تكون في جزال حسناتها هتأمني على عبادتك وعلى حسناتك وأنا هدلكم على حاجتين وسمحوني يوم حاجتين ليا مش من قصد الفضلات التجارة وهتعرفوا دولة تنية فعلا مش بقصد التجارة في شريط أنا يمكن أعمل في حياتي لحد الآن حوالي ألف محاضرة لكن أغلى محاضرة وأجمل محاضرة قلتها في عمره كله وما أظن إش هقول أحلى منها في حياتي محاضرة بعنوان أختاه وقفة مع النفس ويارد تكتبوا العنوان أختاه وقفة مع النفس الشريط ده يا جماعة وقف لله عشان ما أقولك هيا مش تجارة وقف لله اللي عايز يجيبه ويطبعه على حسابه ويوزعه الوجه اللي على الأخوات يوزع اللي عايز يشتريه جاهز من السوق وبناشط كل شركات الكاسد لأنه مطبوع في كل شركات بناشط كل شركات الكاسد لأنهم يخفضوا سعره سواء كاسد أو سواء سيديهات أو سواء كتيب بعمول برضو نفس الشريط كتيب سوانتط كده ما يزدش عن ريال ولا ربع جنيه حاجة زي كده برضو بنفس الأموان أختاه وقفة مع النفس طب ناس اللي بره مصر يقوله طب هنحصل إزاي على الشريط سهل جدا اللي في مصر هيحصله عليه إما من خلال الشركات أو من خلال النت بفضل الله وبرضو خارج مصر على موقع اسلام وي تخش كده موقع اسلام وي على حرف الميم وانت داخل عليديك الشمال هتلاقي محمود المصر خش على الصفحة بتاعت إن شاء الله هتلاقي أختاه وقفة مع النفس حملي المحاضرة ديت عنديك وبعتها من خلال إيميل لعشر اتناشر اشرين خمسين ربنا يجعلها في مزح حسناتك لعله وعسى وفضل الله المحاضرة يعني والله مش من باب التسكيل المحاضرة كان يقولولي والله العظيم لولا إن إحنا رجالة كنا تحجبنا بعد سماع المحاضرة ديت فشات في الموضوع إنها محاضرة بفضل الله بسيطة جدا ورقيقة ويعني فيها إزالة لكل شبه المتبرجات بحيث بفضل الله سبحانه وتعالى اللي تسمع الشريط إن شاء الله ربنا يا ربي يصل الله إن شاء الله يكون عاونة لها على إنها تلبس حجاب إن شاء الله اللي لا دي سبحونا هنأخرج بره داري الأخيرة إن إحنا تكلمنا مرة اللي فاتت عن الحجاب ولنهاردة هنكمل بس نقطة معنا برضو عن الحجاب برضو بس مش عن الحجاب نفسه لكن المحاضرة بعنوان أختاه وماذا بعد الحجاب يعني المشكلة ما بقتش كلها في إن أنا ألبس حجاب وبس إن إحنا قلنا جماعة ربنا يباري فيك ورب العالمين الحجاب ألف بالتزام ألف بالتزام إن أختنا الفاضلة تلبس حجاب لكن هل الحجاب هو كل الالتزام؟ طبعا لا هل النقاب هو كل الالتزام؟ طبعا لا ده أمر من أوامر زي اللحية اللحية دي هل كل ملتاح ملتزم؟ طبعا لا مش كل ملتاح ملتزم يعني ممكن يكون إنسان ملتاح ومواش ملتزم وممكن يكون إنسان مش ملتاح وملتزم وممكن يكون إنسان ملتاح وملتزم وهكذا فإذن لكل قاعدة شواز الشاهد في الموضوع إن الحجاب رقم ألف في الالتزام أختي لبسة حجاب يعني ابتدت تلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى لسه بقى الصلاة العبادة الإخلاص إبري الوالدين صلاة الرحم إكلام الزوج تربية الأولاد الأخلاق الحسن السلوكات لسه ما عايزين نتكلف موضوع بس الأول زي معدت أخواتنا ربنا يحفظهم أنا قلت يعني وصلني لحد الآن حوالي ثلاث تلاف اسم بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا وعدتهم وأقسمت لهم بالله إن أنا سأذكر اسم الخمسين أخت اللي يبعثوا فالحمد الله ربنا يكريهم العدد كان كبير فأنا يعني عشان بتبقاش المحاضرة كلها نشط أخبار فأنا هتطر طبعا أنا إيه هقول كل حلقة كده إن شاء الله كده مجموعة من الأسمان وفي حاجة كمان مش هقرأ الرسالة كمانة يعني طبعا الرسالة كلها بتتراوح ما بين واحدة بتقول أنا البست النقاب واحدة بتقول أنا البست الخمار واحدة بتقول أنا هلبس بناتي الحجاب واحدة بتقول أنا مثلا بأيد الحملة ديت وهلبس حجاب واحدة وهكذا يعني إيه الموضوع كله بيدور حول هذا المعنى فهنقولي أسماء في عجلة سريعة لكن هبدأ الأسماء بحاجة وسمحوني وهما أنا طبعا ما كنتش هذكر الإسم لولا إن هم طلبوا مني ذكر الإسم من باب الإعانة على الطاعة ومن باب إن إحنا نفتح باب الأمل قدام بعض النساء اللي وقعين في معاصي كان من دوم درسالة حقيبة جدا إن في واحدة بس الحقيقة الورقة التانية ديت اللي فيها الإسم ده هذكره إن شاء الله يعني المرة الجاية كان واحدة أسلمت أسلمت بفضل الله ولبسة حجابها أذكره لك إسماء لأننا الورق كله تسيته في البيت معادة بعض الورقات كده وأخونا عصام ربنا يكريم وطبعه لورق تاني وعلمت على الأسماء فكان في واحدة أسلمت هذكره لك إسماء للي مش فكروا لكن في واحدة تانية برضو كانت راقصة كانت راقصة ولما شافت الحلقة اللي فاتت وسمعت حملة الحجاب وسمعت عنها وكده بفضل الله سبحانه وتعالى تابت إلى الله سبحانه وتعالى من الرقص ولبسة نقابها وقعدت في بيتها اسمها نادية ناجي أم إسلام طبعا ما كنتش أذكر الاسم لولا أنهم قالوا لك أذكر الاسم ما فيش مشكلة من باب أن أنت تدعيلها وتكون هي برضو يعني بفضل الله يعني دعوة لغيرها أنه ممكن يتقال سبحانه ممكن تكون لها خمسين واحدة زميلاتها في نفس المهنة وكده فلما تلاقيها لبسة حجابها وقعدت في البيت وبفضل الله بعدت عن الرقص والحد كلها ممكن تكون سابق بفضل الله أنه يتبطل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أسأل الله عز وجل أختي نادية ربنا يبارك فيك يا رب ويثبتك ويجزيك عنه وعلى الإسلام المسلمين خير الجزاء والله العظيم هدعيلك اللي لديك في التلت الأخير من الليل ربنا يا رب يبارك فيك ويجعلك دعوة لغيرك إن شاء الله وأنا بقول لك أختي نادية اكتهد على أخواتك وعلى زميلاتك وقعد تسخر منهم ولا تزعال منهم بالعكس كذلك كنتم من قبل فذل الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملوا خبيرا اكتهد عليهم لعل وعسى ربنا يكلمك واحدة كانت بترقص باسمها معروض للناس أنت هتلميها وتسطريها ربنا يا رب يجعلك في مزانك إن شاء الله ويسترنا وإياك تعالوا نذكر الأسماء في عجالة سريعة وكل أختي يسمعها كده إن شاء الله يعني تحمد ربنا على نعمة الحجاب وإن ربنا أكرمها الأخت ابتسام عبد العظيم نورة محمد السيد معايش من غير القب أو الأسبوع على طول مونة محمد غيداء حسناء شعبان رحمة وائل من دميات أم عمر من الشرقية أسماء فارس فاتن عبد الله وهتلبس بنتها هاجر مجد محمد فكري مونة إبراهيم عرفة شربين أم دينا يارة عبد الفتاح الكاشف صحر مؤمنة من حلب الأخت فاطمة الأخت باسمة من بور سعيد الأخت إيمان إدريس الأخت هدى ومهى بسنت محمد هنا برضو يعني أم فاضلة بتقولي أني منتها اسمها مرنة عندها 16 سنة وقعدة قدامي دلوقتي مرنة وأمها بتقولي أني هي بتعزك جدا ونقصة بتقولي عايزة اسمع كلمة من الشيخ محمود لو قالي لبس حجاب هلبس حجاب أنت متخيلة يا مرنة هقولك ما تلبسيش حجاب مرنة بالله عليك لبس حجاب إن شاء الله ربنا يا كريمك وتبعتيني السهلة إن شاء الله توصل من إن شاء الله النهاردة على أن أنت إن شاء الله لبست الحجاب هدير أحمد مونة نشوة من الشرقية أم يوسف بسم حسين طبعا فيه ناس بيبعته أو أخوات بيبعته اسم واحد فقط أو بتبعت كونيتها بس الأخت هند الأخت أم جودي أو جودي هبا أحمد أمل أم زياد من منصورة الأخت جهينة هديل معزوز نجلاء حسن الأخت هلا أم شهد وعبد الله وعبد الله الأخت شزا الأخت أم إياد الأخت سارة الأخت أماني مصطفى من مصر الأخت مونة الأخت أم كريم الأخت سناء كمال التهامي دعاء عبد المعطي ناهد الرفاعي هبة من سوريا سماح الغامدي من السعودية هالة من مكة وقام مريم مجدي طالبة أو طلبة حاجة كده الهام بنت فاطمة أم باسم راجية حب الرحمن عفة محمود العشري فاطمة من الأردن همسة وهالة شيماء أم أدهم وأحمد هناء عبد السلام محمد من مطروح الحمام هاجر مجدي فكري زكية فصل جهان سيد مي مروان دعاء إبراهيم شعبان سميرة زوين إيمان السنوسي أم ميار الراجعة إلى الله يعني بعضهم بيقول الألقاف جده معنا أماني سمر عاصم فاطمة زيد زوج مصطفى شهين سارة محمد من البحرين لينا من الأردن وأختها حياة إيه ناس المصري ما شاء الله عائلة المصر اشتغلتين ما شاء الله مروى إبراهيم أم ميرنا محبة رضا محبة رضا الله الأخت أحلام مرفت من السنبلوين أم عمر أم سامح حفيدة الخطاب ياسمين من سهاج أم عمار من مصطرد أمل من اليمن داليا نبيل الغرباوي وسمر الحاوي عبير من سوريا أم عمر وأحمد نهاد محمد مهل عمري عفاف فاطمة أم مرام أو مرام أسماء من سهاج الحج منال بتقول نحن نؤيد حملة الشيخ محمود المصري في تجديد البيع مع الرسول ونقاطع التبرج ونريد أن ندعو لكل المسلمات من نصر الدين جزاك الله خير الحج منال أم خالد كريمة طاها الأخت شايماء والأخت شايماء عبد العال والأخت رباب أحمد وأم محمد العراقية وأسماء صالح وأم أحمد من اليمن وأم عمار من الصعودية وسعاد من دمشق وأم آية ورشا حبيب ونورة من السودان وأم مازن المعتزة بخمارها وشاذة من السودان ودينة فوزي أحمد وفاتن ونشوة وأم جوائرية وزينة بن مصطفى من السد وداليا علي من المنصورة وأم مازن ومروة عادل عويس من كرداسة وخديجة ولمياء والأخت ديانة والأخت رندا والأخت مروة من مصر والأخت أسماء من فلسطين والأخت علياء والدكتورة إيمان والأخت إسراء وفاتن عبد الله وزينب وزينب علي حسن وشيماء وهدير وسلم حلمي ورحاب من فلسطين والله حاجة جميلة أو تفرح ولاحب بنت أسماءهم كده فحاة سعيد جدا ومتخيل إن البنات دولة والأخوات دولة ربنا يحفظهم كانوا يوم الحد اللي فات يوم الحد اللي فات كانوا متبرجات مش يوم الحد يوم الاتنين كمان كانوا متبرجات يوم الثلاث كانوا محجبات الله أكبر يعني يخرج الحياة من الميت يا ربنا يا رب يبرك فيهم يا رب يسبتهم رحاب من فلسطين عائشة رضا خميس شروق طارق شيرين طارق وولدتهم سيهم أمين فايزة أحمد بن السودان إسراء من السودان الأخت هدى الأخت أم مروان دعاء أهمام عمرها 11 سنة على الفكرة فيه بنات عندهم عشر سنين وثمان سنين بعطولي ريم فتحي أبو طو مروى من الشرقية أم الدكتور سامح من سهاج الدكتور عبير السبع الأخت مروى من الفيوم الأخت نهاية المختار اسماء حسين أم زياد الحجة نجو الراوي شهد طارق وولاء محمد كلاني أم يوسف مهى دينا رشل الحلو من غزة فلسطين أم رانا أم أحمد محمد خطاب صهرة طارق بركات أم طلال من مصر مي محمود أبو زيد إيمان دعاء همام أميرة سلوى أحمد شبيب أو شبيب وشيماء أحمد ونورة أحمد يوسف ونجلاء حسني من القاهرة وآية محمد وجهام من الفيوم وأم عمر وهنا وأم جويرية وأروى خالد أحمد وأم يوسف وأم يزيد وأم فرح هو النهاردة فرح فعلا وفاطمة زيد زوج مصطفى ونسرين محمد وميرفت وأحلام عالم من السعودية أحنا خلص أرد من خلص أحلام عالم من السعودية وأحلام عبد الرحمن وهيبة سعيد ورغبة العفيفي وأم يوسف وإيمان عاكف ومونة الأعصر وصارة داكروري وأم ميرنة وعبير أحمد عبد العاطي وهدير أحمد 12 سنة وأم مازن هيام بنت بكر بنت جميل ودكتور عزة مصطفى دلال من السعودية فوزية أحمد أحمد أم أحمد وأمل وأريج رفايدة أم آلاء غاليا محمد مروة زياب دعاء عشور من سوريا منال صحر نجدي من سهاج رقي حسيم فهمي أم عمر صحر عبد الله إيمان عبد العال نعناع أختنا نعناع وصارة عبد الله وحمد أبو زيد وصفاء سيد أبو زيد وسهير عبد السلام وفاتن إسماعيل وأمال من سهاج أسماء فاتحي أم غادة فاطمة السيد من سويس سمية الشمري كريمة عبد الله حمد وابنتها صمر نجلاء صابر أبو صعود وأختها نورة إبراهيم صحر صلاح ورانيا محمد وأم غالب وندى ستة بدائي ما شاء الله والسجة أو سجة من العراق والأخت شريفة أم عبد العزيز صحر نجوة وإكرام علي إيمان ووحدة أنا وأخت إيمان بسيطة ما زكرتش اسمها نهاد من الأردن والأخت مها وهال عبد السلام وأميرة وجنة الحسن بتقول أنا جنة الحسن إن شاء الله هلبس حجاب لنصرة الإسلام ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخت إنجي ونورة حريم وصحر عبد الغاني وأميرة حمدي وإن شاء الله دول لسه جايين النهار ده فقط وبقيت الرزم عندي إن شاء الله في البيت إن شاء الله أخواتي ألف مبروك على الحجاب أبشري بخير يوم مرة عليك منذ ولدتك أمك وإن شاء الله ربنا يجمعك مع النبي في الفرتوس الأعلى إن شاء الله ويجمع أخواتنا الفضليات ربنا يبارف فيهم جميعا رب العالمين أختها وماذا بعد الحجاب تعالوا في عجالة سريعة كده نقول كلمتين وشوية وصائل أخواتنا ربنا يحفظهم أنا سعيد جدا النهار ده النهار ده حتى لو مقدمتش أي محاضرة كفاهة إن احنا بنقول للدنيا كلها حد الشحار بدين ربنا حد الشحار بشرع ربنا الله لا يحارب سبحانه وتعالى سنة النبي لها تحارب يعني سنة النبي فوق رؤوسنا من فوق ونضح عشانها بدماغنا وأموالنا وأولادنا وحياتنا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى وأنا عندي ثقة شديدة جدا جدا والله الذي لا إله غيره ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله وفي نصرة الله لهذا الدين العظيم وفي نفس الوقت عندي ثقة عظيمة جدا في كل أخوات المسلمات والله الذي لا إله غيره أنا على ثقة الآن إن إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمنا بهذه الحملة المباركة إحنا يا جماعة لا بنحارب حد ولا بنعهد حد إحنا بقول يا جماعة عايزين نصطر بنات المسلمين الدعوة دي يا جماعة فيها حاجة حد ممكن يزعل مننا لما بقول يا جماعة عايزين نصطر بنات المسلمين عايزين نغطيهم عايزين نمنع فتنتهم عن شباب المسلمين عايزين نعين الأمة كلها على الطاعة والعباد عايزين ناخد بأيدين أخواتنا دولت لجنة الرحمن سبحانه وتعالى دي دعوتنا جماعة وده هدفنا وانا وافق ان شاء الله وانا بادعو الأخوات اللي لها دي مرة تانية وثالثة وعشرة بقول بالله عليكم يا أخواتنا يا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم جدد البيع مرة تانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي لابسح جاب قبل كده جدد البيع وكأنك بتلبسي أول مرة تاخد الأجر ان شاء الله واللي لبست من يوم الاتنين لحد الالتنين دوت إن شاء الله ربنا يا رب يكرمها ويبارف فيها وتزبات إن شاء الله وللسه ما لبستش قاعدة قدامي دلوقتي إمتى؟ نعم ع شاء الله آلاف الأخوات هم عمرين مقبلين على الله هم أحسن منك في إيه؟ طب نقل بالسؤال طب إنت أحسن منهم في إيه؟ عشان تتأخري عن أن أنت تكوني خلف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليك الحقي مكانك في الفردوس الأعلى الحقي مكانك عند عرش تحت ظل عرش الرحمن الحقي مكانك على حوض النبي عشان تقفي وتشربي من إيد حبيبك صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله جددت البيع في يوم الاتنين في يوم درس الفتفضة جددت البيع معك يا رسول الله ولبست الحجاب يوم الثلاث ويا رب يقبلك يا رب العالمين إن شاء الله ويسترق ويخلي أيامك كلها جميلة وبدع ربنا لكل أخت تحجبت وكل أخت هتتحجب إن شاء الله أن ربنا والله هابي أمنوا عدوا عدوا أن ربنا يا رب يرزقهم بزوج الصالح ويرزقهم بزرورية الصالحة ويقبر خطرهم ويسعدهم دنيا واخرة ويحنن عليهم القلوب يا رب العالمين ويصرف عنهم الشياطين الانس والجن واوعوا تستمعوا لأي حد يقول لكم الحجاب جاهلية جاهلية؟ يعني انتم مقتنعين انه جاهلية؟ طب يا حم الحج جاهلية وجاء الإسلام فأقرها فكانت بدل ما كانت تعادة بقت عبادة فأقرها الإسلام ايه اللي ايه في كده؟ طب ما قلنا الدرس الفاتر كرم كان عادة جاهلية وأصبح من أخلاق المؤمنين والشجاعة كانت عادة جاهلية أصبحت من أخلاق المؤمنين ان شاء الله ربنا يكرمكم وبارد فيكم رب العالمين لا تستمعوا لمن يصدكم عن الحجاب ربنا بارد فيكم رب العالمين عايز اقول ان فعلا نتيجة عملية يا جماعة وتجربة عملية واضحة جدا جدا مفيش مسلمة على وجه الارض ما فيهاش خير اتحدى انا عملا باتحدى حد ولا حبش الكلمة دي اصلا حبش اقول كلمة اتحدى فلان ولا فلان ولا انا ما احبش الكلام دي اصلا لكن انا بقول في اللفظ ده بقول اتحدى لو فيه واحد يقول لي ان فيه مسلمة ما فيهاش خير ان شاء الله كل المسلمات فيهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى بلاد المسلمين يا جماعة عاشت مرحلة عصيبة جدا جدا بتعاني فيها من التبرج استمر التبرج ده سنوات طويلة جدا جدا سبحان الله وبعدين فجأة بفضل الله بدأ الحجاب ينتشر بفضل الله سبحانه وتعالى وفي المقامل بدأ صور صارخة من التبرج برضو بتنتشر اعداء الاسلام عارفين ان افساد المجتمع لا يمكن يتم الا من خلال افساد المرأة المسلمة قالوا نفسدها كأس وغانية انت فعلان في تحطيم الامة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا الصارخ قالوا بس نفسد المرأة المسلمة حربوا الحجاب لما فشلوا في حرب الحجاب حربوا الحجاب باسم الحجاب يعني اين يعني بدأوا يبتكروا في بيوت الازياء مشاهد معينة او انواع معينة من الحجاب اللي هو الحجاب بقى ليه الموديلز بقى والحاجات الستايل فهم ازاي تبقى البنت ماشية لابسة بانطلون جنس يعني وكل حتة من جسمها ربنا عافينا عافيكو ربنا علي مش سايب حاجة خالص لازق في جسمها زي بيسموه كده احد المشايخ بانطلون راش يعني اخبالك ولابسة بانطلون بالمنظر ده وعليه اتشيرته ولا بتاعه الفهم ازاي ولا باضي وحتة حجاب كده وديه تعتبر الارهابية لفي العيلة اخبال حضرتك فطبعا بقت مشكلة وبعدين انت وستقل اللي لابسة بانطلون برضو ما هواش ده شوية لكن برضو يعني مكسم جسمها وكده ومن فوق برضو حاجة يعني برضو يعني مخنصار جسمها وبردو عليه حتة الطرحة كده واللي اعجب من ده كله اني شفت واحدة مرة لابسة بانطلون جنس وعليه باضي وعليه نقاب دي بصراحة يعني اللي خلتني دماغي دي لفت درجة ان انا وقفت بالعربية وكلمتها قلت لأ اختي ربنا بارفيك تتق ربنا في اللي لابسة نقاب يعني ربنا يا كلمك فبسط الحقيقة كده يعني ايه يعني ربنا يا سامحي يعني بسط يعني طبعا مش مبسوطة بكده انا كلمتها اسلوب مهزب جدا يعني تلقى اختي تتق ربنا في اللابسة النقاب ربنا يا كلمك يتلبس نقاب صحي اما اكتفي بإشار بربنا يا بارفيكي لان إشارب على بانطلون جنس يعني اش عايز اقول هو الصح بس يعني ينفع من غير بقى نقاب وكده انما نقاب على بانطلون جنس يعني حاجة طبعا منظر ما يصورش فهي طبعا معجباش الكلام فمش يتمرددش اقول ايه اقولت يعني ايه ادعو لها بالهداية برضو انا الحمد لله تعوتنا رحيمة وجميلة وما نحبش نحن نغرز على حدك ما انا كان ممكن ساعتها اقولها يعني ما انتش لابسا مش عاف ايه ولا مش هتلبسي اشرب طب يلا مش انا مش ده قسطيب ولا دي دعوتي ولا ده طريقتي فالحمد لله عيت لها بظهر الغيب ولا علا وعسى طبعا انا ما عارفش عن حاجة لعل وعسى نكون ربنا هداها سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع ان بدأوا يعملوا حاجة اسمها حجاب الموضة او الحجاب المتبرج يبقى هي اللي تبقى لابسة حجاب الليته احسن يعني ايه يعني هي لما لبسته بدأت تلفت الانظار لها اكتر هي كانت ماشية سايبة شعرها وعملية في الخلاط وحطة مكياجات وكده ومزبطة الدنيا فماشية مش ملفتة اولي النظر لكن اما تعمل ايه عشان تلفت النظر حتة اشرب وخبالك ومكياجات ولنسس بقى وعدسات لاصقة وكلام ده كله ومنطنون جنس ده فبدأت تلفت النظر اكتر وخبال حضرتك فطبعا ده بيسموه الحجاب المتبرج انا لا امكن لجماعة التدرق في الحجاب وفي الدعوة باسرها وامنا عيشة كانت تقول كان اول ما نزل من القرآن ايات فيها ذكر الجنة وذكر النار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام اقبلوا على الاسلام ما شاء الله ودخلوا في الاسلام نزل الحلال والحرام لا تزنوا لا تشابوا الخمر ولو كان اول ما نزل من التشريع لا تزنوا لا تشابوا الخمر لقال الناس لا ندعى خمر ولا ندعى الزنا عمر بن عبد العزيز يعني عليه رحمة الله ورضوانه كان يقول له ابنه ابنه بيقول له يا ابتاء لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة قال يا ابني اني اخشى ان احمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة احنا بقول البس حجاب ولو بسيط وبدأي وتدراجي بس اوه تقف عند هذا الحد يعني خلي كده زي ما انت طبعانه في اعلى درجة في الجنة خليك في اعلى درجة في الحجاب ان شاء الله عايز اقول همتك تبقى علي انت عايز اقل الفردوس الاعلى حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنة مئة درجة ما بين الدرجتين خب بقى للشهيدة عند ربيه بقى تدرجة او ان في الجنة مئة درجة عضاها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام خدوا باكم فاذا سألتموا الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى ليه يا رسول قال فانه اوسط الجنة واعلى الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وصقفه وعرش الرحمن فانت عايز طريق الفردوس طريق الفردوس سهل جدا 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 لكن مهره غارب ايه المهره اخت الفاضلة انك تلبس في الحجاب صح وانك تعبود لبنا صحا دي كمسالي وضح لك المسال لو جات واحدة قالت ايه انا هصلي بس هصلي الظهر والعصر بس انما لا فجر بقى ولا مغرب ولا عيش عشان دي صلاة جهرية بتعب فيها والامام بيطول فانا مش هصلي غير دورة ينفع ما ينفعش طب لا خلص هصلي صلاة الخمسة بس ايه حاجة على مقسم يعني ايه الفجر ركعة الظهر ركعتين ايه المغرب ركعة من نصر يعني ايه هزبط المسالة كده هينفع الكلام ده لا لان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي يبقى ما ينفعش اقلف صلاة من عند وما ينفعش ازود ما ينفعش اخلي الظهر تاما لان ركعت لا يقبل ما ينفعش يبقى لازم الصلاة يبقى زي صلاة النبي يبقى من باب اولي بقى تحجبي كما تحجبت نساء النبي دي تساوي دي الصلاة فرض والحجاب فرض لان اللي بيقولوا ان الحجاب بضعة والحجاب لي صلاة والاصل لا الحجاب فرض يا جماعة يا ايها النبي صورة الاحزاب يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين كلهم يا نساء المؤمنين ياللي تحجبتوا ياللي هتتحجبوا ان شاء الله عشان تكيدوا اعداء الاسلام ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا ربي يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى اي يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيمة أن يعرفنا فلا يؤذينا تتعرف أن دي إنسانة مسلمة عفيفة طقية حرة أن كانت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكشف وجهها خذوا بالكم أما الفيلسوف اللي كان طالع على إحدى الفضايات بيقول ده الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسير وتكشف يعني ليس لها عورة إلا ما بين السر ورقبة وما دولة ذلك كي يكشفها جاب الكلام ده منين أما ما عرفش يعني أكيد الكلام ده لقاف رؤية ألف ليلا وليلا الكلام ده طبعا لم يارد أصلا ذلك أدنى أي وعرفنا فلا أذين عايزك تكوني صورة حية للإسلام عايز يعني بجد والله العزم أخت الفاضل اللي اللي البست الحجاب واللي هتلبس الحجاب عايزك تكوني صورة حية للإسلام فاكرة حضرتك عبد الله بن حذافة لما أسر في بلاد الروم وملك الروم حب نوع يفتنه قال له هتديك نص ملكي على أن تتنصر قال له والله اللي أعطيتني ملكك وملكة آبائك وأشجادك وملكة العرب والعجم على أن أترك دينا محمد انطار فتحيني ما فعلت قال له طب هتديك نص ملكي وزوجك بنتي يعني الملك كله قال له أبدا قال خلاص علقوه بقى كده على خشبة ونجيب واحد يرمي السهم حوالين جسمه ونعرض عليه أن يتنصر بدأ يرمي السهم حوالين رقابته ورأسه ورجليه وبطنه وهو مش عايز يتنصر فقال نزلوه جاب قدر كده في الزيت كبير كده وجاب اتنين من المسلمين وحطوهم في الزيت فانفصلت اللحوم عن العظام رجاء أنه هو يخاف يعني فرفض أنه يتنصر فلما حب يرموه في القدر فبكى فقالوله ده بيبكي يا ملك الروم قال له رضوه علي تعالى ها بتبكي ليه هتتنصر قال لا قال فلماذا البكاء قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعب رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا رح جايبين له واحدة من ملكة جمال الروم قالوا لا أخش عليه ومكنيه أن يزدي فيك رمت نفسها في أحضانه يمنة الوصر هو يقول معاذ الله معاذ الله لحد ما يقست منه فخرجت فنقلت الأخبار وقفين برها عمل ايه قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر آخر محاولة طيب حطوا معا لحم خنزير وخمر وفنوا علي الزنزالة ثلاث يام لحد ما يموت ولا يأكل حاد أحد ثلاث يام فتح علي الزنزالة لقوه قد انثنى عنك وخلاص بيموت يعني خلاص على آخره ورغم ذلك لم يأكل ولا ما أشرب فهمان كنون بيقولوا ما كلتش ليه وما شربتش ليه قال أما إن الضرورة اسمعوا يا أخوات اسمعوا بالله عليكم اسمعوا بعد ما تصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن أكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله الله اديها حتة إيكو يا ميداني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله أقولها تاري حتة برضو يا ميداني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله ده نور عليك يا ميداني تنفع مهند الصوت سبحان الله كرهت أن أشمت أعداء سعارف حضرتك لما بتلبس حجاب وترجعت إخلعيه بتشميت فينا الأعادة عارفة لما بتلبس الحجاب وتمشي في الشارع صوتك عالي بتشمتي أعداء الإسلام بالمسلمين عارفة لما بتلبس الحجاب وبأخلاقك مش كويسة أو معاملاتك مش كويسة أو سلوكياتك مش كويسة أو منتش صدقة أو منتش خلوقة أو مكشرة وقفلة لضربة 111 بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام قال إن اللي عايز يعمل نسخ من المسلمين يكون عنده الأصل محتوط وبيعمل منه نسخ اللي هو الأصل لقد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة فالأصل هو النبي ومحمد متصالى عليه صلى الله عليه وسلم الأصل عندك هو النبي وإنت بتعمل نسخ كوبي أربط الناس كلها والجيل كله بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بابتك يعني كانت صحابية جليلة أختك لما راحت عشان تشتري ذهب من يهود بني قاين وقعن إيه اللي حصل اللي حصل إن يهود يجي حاول إنت حارفين الكصة بقى حاول إن هو إيه خليها تكشف في وشها فقابت فرح رابط الطوب من ورا كده من تحتها بالطوب من فوق فلما قامت رجلية كشفت مرسم غيور بقى كده الله يرحم من غيرك كانت جميلة كانوا رجالة بجد بقى الله يرحم يعني إن شاء الله فيه رجالة برضو الحمد لله بس إحنا قصت ساعتكت حاجة كده إيه من على وش القفص يعني حاجة رجولة بجد حاجة إيه يعني ما شاء الله فرح قاتل اليهودي بعد ما قاتل اليهودي اليهودي اختاموا عليه قاتلوا والنبي وصلوا الخبر رحمة الله جيش كامل وأكل يهود بني قاين وقعن أنا حايزك لما تلبس حجاب تقولي لليهود اللي هم محاصرين إخواننا في المسجد الأقصى الآن ومنعينهم من دخول المسجد وعملين شغالين حفرات تحت المسجد الأقصى حايزك تقولي لهم يا يهود أنا أخت المسلمة ديت وهلبس الحجاب عشان كدكم واضح المعنى ده أنا أخت المسلمة ديت إنتوا عايزين إن أنا أكشف وشي زي ما قدرتوا إن أنتوا تكشفوا رجلية غصبا عنها أنا هعمل زيها إن شاء الله وسأقبل إن شاء الله إن أنا أكشف أي حاجة من جسم إن شاء الله وهلبس حجابي والتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجات وأمهات المؤمنين لأيوها النبي وكل أزواجك وبناتك والنساء المؤمنين إلى آخر الآية شاهد في الموضوع اللي عايز تكون قضيتك الأولى هي الإسلام أنا عايشها لديني أنا عارف إن في بنات يبقى هموم الكبير أو 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 سمحوني هي نفسها تتجوز وتخلف ويبقى لها بيت وتعيش وتحب وتتحب بقى هذا حقك طبعا أنا لا أممكن هذا الكلام أبدا لكن الأهم من إنك تعيش وتتجوز وتخلف وتحب وتتحبي ما أنت لو ما تحبتش في الدنيا هتتحبي في الجنة وهتتحبي من واحد ربنا سبحانه وتعالى هيوجد لك كده زوج مطهر بفضل الله سبحانه وتعالى في الجنة هيحبك حب ما فوش بقى لا غدر ولا خيانة ولا في يوم الأهم يطلقك ولا أنت تخلعيه ولا الكلام ده كله هتعيش وحيش عيشة عيشة جميلة بقى يعني عيشة أحلى عيشة ماشاء الله في الجنة بقى ربنا يرزقنا وقائك الجنة عايز أقولك حقا كمان عايز أقولك أن انت قدوة عارف عنيه قدوة يعني أي غلطة بسيطة من حضرتك بالذات يا أختي يا محجبة بتكون كبيرة جدا في عيون الناس خد بالك أنا ممكن أكون ماشي في الشارع وده عاجل ملتحي وشكل كده يعني ناس بتقول لهم تبسين غطر ليه الغطر دي من السنة أنا معاك الغطر ما وردتش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هردت في سنة النبي جماعة غطاء الرأس إيه غطاء الرأس إما يكون طائية أو يكون عمامة أو يكون غطر المهم يعني غطاء للرأس فقط كون بقى فلان بلبسة أو فلان بلبسة مش مشكلتنا يعني المهم اللي فيه غطاء للرأس دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدت في الموضوع أني لو واحد زي حالتي ماشي في الشارع فاجي واحد راح شتمني فلما شتمني فانا زي قلت فرحت انا كمان اقل له ايه اهو انت بقى اللي كذا وكذا وكذا الناس هتنسى اللي شتمني وقلت مش عيب يا شيخ دا كلام انت راجل شيخ وداعية وبحيب عيلا لحيتك يا راجل طب يا معده هو اللي شتمني يا سيدي هو يشتم هو مش كويس انت راجل انت راجل بتمثل الدين ماينفعش واضح المعنى اللي عايزة وصله لك انت بتمثل الدين لو واحدة شتميتك ماينفعش رد عليها بس برضو ماينفعش بقى برضو اللحنة التانية طول بس حلو خدنا المفتاحة ومشيخ محمود اي واحدة محجبة تيمشي او مش هتناها مش هترد عليها لأ مورده اطيق ربنا في اي واحدة محجبة لان دي مظالم يوم الايام وربنا يعافينا عافيكم من شر المظالم فانت صورة حلوة صورة انت انت رمز تخيل حضرتك لو واحد زي حلاتي كده جي لقى ناس وقفين على طابور سينما تخليم فيلم يعني فجدت انا وقمت نازل من العربية بتاعتي وراكين على جنب كده وبنفس المنظر والهقيقة بتاعتي دي وراح تدخل وقف في الطابور ايه اللي يحصل كل الطابور اللي واقف بصص على الشباك هيددي ظهره للشباك ويتفرج على مين علي انا خد بالك ايه عام الشيخ في ايه حبيب قلبي انت ايه اللي مقفة كنا طب وانت ايه اللي مقفة كنا انا يعني انا اي حاجة مش مش كنا خش انا اتفرج على الفيلم ااخد معايا القطة بتاعتي ولا الوزة بتاعتي انما انت شيخ ماينفعش تقف هنا في المكان دوت يعني ما فهم ازاي ليه انت رمز وانت كذلك رمز رمز الناس ببصريك كده انت سمع ماينفعش يشوفوك في صورة وحشة وإلا بيقولوا ايه بقى في الوقت ده لما يلاقوا واحدة منتقبة الصرف الصرف مش كويس يقولوا كلهم كده والله كلهم هم بيقولوا كده يقولوا والله كلهم كده انا عايز اقولوا ما تحيفوش بالله ما تعمموش لو واحدة منتقبة ظهرت بمظهر مش كويس هي اللي مش كويسة انما المنتقبات زي الفل ربنا بار فيهم ورب العالمين لو واحدة مختمرة ظهرت بمظهر مش كويس بها هي اللي مش كويسة لو واحد ملتحي ظهر بمظهر مش كويس بها هو اللي مش كويس واضح هم النهاردة لما عمين بيحربوا المحجب عشان تبس حجاب بيقولوا ايه ليس له اصل من الدين وهذه عادة طب يا سيدي هدي أعضائك كده واسمع بعيش راي ده مش من الدين وعادة جاهلية وما هواش من الإسلام حضرتك زعلان ليه إن واحدة مش عايزة تكشف جسمها للناس طب انت ليه في نفس الوقت منتش زعلان من اللي ماشية كشف كل جسمها لللي راح واللي جاي اسمعنا دي مش زعلان منها ده حرية شخصية طب ماشي ما اتفقنا ميه دي ايدك شي كانت من باب الحرية الشخصية نترك المحجرات يتحجبها مش انت بتتكلم بالمنطق العقل ده زي ما انت بتتكلم بالمنطق العقل هكلمك بمنطق العقل حايز تتكلم بالدين هكلمك بالدين بالعقل هكلمك بالعقل أنا بقولك هو بالعقل انت سايب المتبرجة ليه اللي عمالي مشه بتفسد في كل حتة واسأل أي أخت من الأخوات اللي لبسه حجاب الأزمع دي يا رب يبارك فيه بيثبيته يا رب العالمين قل لها انت درقة تحسى بإيه قل لك حسى أن أنا ملكة انا مش عايز اقول لكم نصوص الرسال والله العظيم الرسال تفرح بنات بعشر سنين واثناشر سنة وخمستاش سنة بتقول انا حسيت ان انا ملكة لما لبست الحجاب بتاعي مشي حسي ان انا مصطورة الاول مرة اول مرة حسي ان انا ماشي في الشارع مصطورة ما حد شايف منه حاجة الاول ماشي كنت فرجة للي يسوه ولي ما يسوهاش شوف دوقتي ماشي مصطورة في الشارع يا جماعة انا عايزين نتكلم عن الواقع بقى ده النهارده البنت طب ورب الكعبة وانا بقول ورب الكعبة النهارده انا راح مشوار وماشي ومروح بيتنا وقبل ما خش على بيتنا بتلت شوارع والله الذي يلاقي له غير اخت لابسا قاب ومحترمة جدا جدا وقفة بكل ادب واحترام وقفة على جنب ومعها ابنها ومستنية المعافش الميكروباس او حاجة كده وقفة على محطة واحد واقف هو صاحبه بعربيتهم وعملين بيعكسوهم يعني المنتخبة المنتخبة ما بيعتقهاش امال المتبارجة عاملوا فيها ايه واضح يا جماعة ما تخليني الاتكلم بقى صح بقى احنا عايشين يا جماعة في عالم الزئاب مش محتاج يا صادة صود دي ولا انتو خطوا على صادة صود احنا عايشين عايشين في عالم الزئاب النهارده البنت بتبقى ماشية محجبة وبتتعاكس امالي اللي مش محجبة هتهمل فيها ايه خطو بلكم طب ها يعني نكمل موضوع ان شاء الله مدى نبير فيه فاصل نطلع فاصل ان نجعلكم خليك معاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي المكافرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فمرحبا مرحبا باخواني واخواتي واخل واحبابي ومرحبا بكم مرة اخرى معا لارس بعنوان اختاه وماذا بعد الحجاب طب قري طيب انت بقى عمال تقولي بقى بعد الحجاب بعد الحجاب فهو ايه المطلوب بالزبط ايه المطلوب حاجتين تراعي حالك مع ربنا وتراعي حالك مع الناس رايح حالك مع ربنا زي في حجر السرع والله انت عارف يعني ايه انا يعني فرحتي بان انا ذكرت الاسماء في اول حلقة نخد وقت كبير لكن انا سعيد برضا وزي مقولVi تلكم كل حلقة ان شاء الله هنقول بقية الاسماء ان شاء الله يعني نذكر مجموعة من الاسماء لحدة اما نخلص الثلاث تلاف اللي وصلوا وأنا واصق في الله ثم في أخواتي إن شاء الله إن خلال الأسبوع ده هيوصلني مش ثلاث تلاف بقى أنا نفسي فتحت بقى خلاص ست تلاف إن شاء الله ست تلاف والأوراق إن شاء الله أنا بسترمها من قناة الناس مباشرة والله حتى الأسماء اللي جاتني على الموبايل يعني أنا قلت طب مش هتذكرها لعشان أنا برضو يبقى معاي إيه الوراق بلمستندات رسمية من القناة نفسها إن الأوراق دي وصلتنا الحمد لله ما بتقولش اسم ما وردش بفضل الله سبحانه وتعالى وربنا يا رب يتقبل من أخواتنا وعلى وعد إن شاء الله اللي ما سمعتش اسمها النهاردة تسمعه من الحلقة القادمة ولما سمعتش الحلقة القادمة أنا بتابع كل حلقة هنفكر على الأقل حوالي من ربعمائة لخمسمائة اسم إن شاء الله ربنا يتقبل أخت الفاضلة أول حاجة تراعي حالك مع ربنا يعني إيه أول حاجة إخلاص النية لله هو أنا تحجبت لين هو هتكون تحجبت عشان تجوزي أو هتكون تحجبت عشان يعني خطيب عايز كده أو هتكون تحجبت عشان يعني إيه يعني أو بتحجب زي ما كون ناس تحجب لا جدد النية أخلص النية لأ أنا بتحجب لله حجاب يدوت لله وإن يكون دعوة لله سبحانه وتعالى خليها كده خلصة لله سبحانه وتعالى بنفسها طيبة كده ولو ما كنتش استحضرت النية قبل النهاردة جدد النية ما فيش مشكلة يعني كان سفان الثوري يقول ما علشته شيئا أشد علي من نيتي أو يا نفس أخلصي تتخلصي يقول أبو سلامان الديراني طوبة لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله يقول يا حب نبي كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل يقول الإمام أحمد لابنها عبد الله يا ابو نية إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا والأجمل من كل ده كلم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات أول حاجة تخلص النية لله تاني حاجة المحافظة على صلاة الخمس اسمع الحديث ده بس بعد ما تصلى عنه حديث روات المذي بسنات حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءت من النار وبراءت من النفاق قولي لي طيب ما انت كد عقتن انت بتقول يعني في الجماعة أو في الصف الأول ما احنا ما بنروحش المسجد بقولك بسيطة صلي في أول وقت الصلاة حتى لو لو لوحدك لو ما كيش حد يصلي بفضل أن انت مش مطالبة بالصلاة في المسجد أما لو ذهبت مع أمن الفتنة ما فيش مشكلة أما لو ما فيش صلي ببيتك فيه أول وقت الصلاة يتكتب لك أجر الحديث ده بفضل الله يتكتب لك براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق بفضل الله سبحانه وتعالى احملي برنامج لحفظ القرآن هو اللي حفظ القرآن أحسن منك في ايه؟ ابدأي من النهاردة من اللي لها دي؟ إن شاء الله قبل الفجر أو بعد الفجر أحسن وقتين على فكرة لحفظ القرآن يئما قبل الفجر بساعة يئما بعد الفجر أقعودي بقى كده في المصلة بتاعك كده اذكري ربنا المدت كده يعني ربع ساعة خلاص أذكار الصباح وبعد أذكار الصباح يمسيك المصحف بسم الله وابدأي إن شاء الله إن شاء الله حتى من أجزاء الوراء الجزء عامة كده وتبارك وقتصنع واشتغلي بقى بفضل الله كل يوم خدي صفحة على بفضل الله سبحانه وتعالى كده يعني ايه؟ على قولي سنة سنة وشوية سنتين ربنا يا كلمة تختم الكرآن يوم ما تختم الكرآن بقى تحس بسعادة هحتفل بيك وقولك بقى فحلا أبشري بخير يوم مرة عليك منذ ولادتك أمك بعد يوم الحجاب يبقى يومين أحلى يومين في عمر كله يوم ما رجعت الربنا ولبست الحجاب ويوم ما ختمت كتاب المولى عز وجل يا الله يوم الايامة بقى أخت الفاضلة تلاقي نفسك عمالة بقى لك بقى أسنصير كده أسنصير بقى أنا مش عارف شكله إيه؟ بس هو أسنصير إيه أسنصيرك هو الكرآن نفسه ودبالك يقال لقارئ الكرآن الحديث عند الترميزي في سنة صحيح يقال لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورطل كما كنت ترطل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه الله أكبر كلما تحفظ أكتر كلما ترتقي في درجة الجنة ربنا يا رزقنا وإياك الجنة رب العالمين المحافظة على أسكار الصباح والمساء عشان تكون حفظ لك يا أختي تعرف النهاردة الحرب الخفية واسمعي الكلام وفهمي ما بين السطور الحرب الخفية النهاردة ما بين المسلمين وأعداء المسلمين حرب الجن واللبس والسحر والمصايب اللي بتتعمل في المسلمين يا رب عافي كل مصحور يا رب العالمين قوله أمين يا رب بشفع كل مبتلى وكل مصحور يا رب العالمين وفرج همه يا رب العالمين حرب الخفية يا أختي الفاضلة حرب السحر والصحر والدجارين والمشعوذين والربنا عافين عافين الوقاية بتاعتك بقى افكار صباح وافكار مساء صورة البقرة تشغالها في البيت كل تلات يام مرة وياريت كل يوم كل يوم ما فيش مشكلة حتى سجيل ان انت رقية شرعية فيه اشريطة موجودة رقية شرعية هاتيها وحط السماعة في ودن كده ولو مرة كل اسبوع ما فيش مشكلة شغال الكرآن في البيت على طول خلي البيت مليان بخور الشياطين بتكرها البخور وبتكرها رياحة حلوة اقرأي صورة البقرة على مية ورش في الاركان كده واغسلي جسمك بيه ويزباطي حياتك عشان بيتك يبقى عمران بالخير ربنا يا رب يا عمر بيتكم بالخير يا رب العالمين اخت الفاضلة من ضمن الحاجات كمان المحافظة على قيام الليل والسيام النوافل لان ربنا سبحانه وتعالى يقول كما عند البخاري يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب ربنا يحبك يا رب يحبك ربنا يحبك ويحب كل أخواتنا وإخوانا كل أهلين وكل المسلمين يا رب العالمين وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهيده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن ربنا يحبك قيام لين صيام نوافل مش هنشق عليك ولا وراكعتين قيام لين كل يوم كده ركعتين قبل الفجر كده بنص ساعة قوم توضي وصحي جوزك وصحي ولادك ولم العيلة كده وما ويالله جوزي كده صلي بينا ماش حافظ يمسك مصحف ما بعفش يقرأ أصلا خذي ولادك أنت بناتك صلي بيهم وهو يصلي لوحده والذكور يصلي وحدهم أو يصلي معاه المهم زبطي حالك يعني ربنا يكريبك رب العالمين والنبي دعالك بقى رحم الله ورجل القامة من الليل خليها لما نيجي بقى السلوكات المسلمة مع الزوج صيام نوافل صيام اتنين وخميس احنا كونا صامين نهاردة يبنصوم يوم الخميس ماشي كده وثلاثة يام في شهر العربي وجاي علينا بقى كده أيام بقى في الحجة بقى تسعة يام الجمال دول كده يعني مش شرط الصيام بس ياريتي بقى يصوم يعني هو النبي قال قال العمل الصالح ما من آيام الحب اللي عمل الصالح فيه أحبه إلى الله من آيام من هذه الآيام العشر قال ولا الجهاد ولا الجهاد إلا رجل خرج بيدامي بماله ونفسي فلما يرجع من ذلك بشي فأنت بقى تحرص على صيام التسعة يام ربنا بار فيك والصيام يوم عارفة بالذات يضغفت بيه زنب سنتين زنب سنة جاية والسنة ايه سنة عدد طيب تبدأ كمان في طلب العلم فاكرة حضرتك قصة بنت سعيد بن مسير رحمه الله رحمه الله رحمه الله سعى لما جوزها الكثير ابن أبي وداعة واكتشف ان هي علمها زي علم أبوها اللي هو سيد التابعين سعيد ابن مسير حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمة ورواية ضعيفة طبعا رواية ومسلمة ضعيفة لكن اتفهم برضو ما هو سياق من المقيدات وفي نقطة مهمة ان المخاطبة تأتي بلفز الزكور ويرضبها الذكور والإناث صلوا كما رأيتموني أصلي الخطاب للذكور لكن يقصد به الإناث خذوا عني مناسككم اللفظ للذكور لكن يذكر فيه يعني يشمل لذكور والإناث فهنا كنفس الحكاية طلب العلم فريضة على كل مسلم اي كل مسلم ومسلمة فريضة ان احنا نطلب العلم ونتعلم حتى بفقه الأشياء اللي هي فردة اين على كل مسلم انت بتصلي لازم تعلمي فقه الصلاة انت ولازم فقه الطهارة طبعا الصلاة لا تصحي إلا بالطهارة والوضوء وغير ذلك انت حضرتك هتصومي لمضان تتعلمي فقه السيام هتحجي تعلمي فقه الحج هتتجوزي فقه النكاح والطلاق وهكذا ربنا يبرد فيك يا رب العالمين من سلق طريقا يلتمس فيه من سهل الله له به طريقا إلى الجنة ربنا يرزقني وقياك الجنة رب العالمين ادعوة إلى الله من ضمن إصلاح حالك مع ربنا ادعوة إلى الله ان انت تشترك في شركة التأمين على الحجاب واضح وذكرت لكم المثل في المرة اللي فاتت قال صلى الله عليه وسلم ولأني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أم السلام كانت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى لما تقدم لها أبو طالحا الأنصاري ورفضت لأنه كان رجل مرشك كان دعوتها سبب في إسلام الرجل وكان إسلام الرجل كان هو ده مهر أم السلام قالت له لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شاء سواء فأسلم أبو طالحا وكان مهر أم السلام هو الإسلام يقول له روي فما أعلم مرأة كانت أعظم مهرا من أم السلام كان مهرها الإسلام أذكر والله الحبيب البحبهم في الله أيام مسجد الفتح أيام بقى دروس الخير كله والله يا ربنا يا ربي يا عيد الأيام الجميلة دي أيام مسجد الفتح ودайماً بيقول يا جماعة المسجد هو الأصل المسجد هو الأصل المسجد هو المدرسة الطربوية الأولى المسجد يا جماعة أروح المسجد وجمال المسجد وإحساس بدفء الأخوة كده والجميل العائلة اللي بنيقش فيه في المسجد أحسن والله العظيم من مئة ألف مليون قناة اه بنوصل لعدد كبير لكن احساس المسجد حاجة تانية انا قاعد عالطلبي اذا بد الدرس الاخوة حوالي يمين وشمال وفوقه تحته وعلى المنبر وعلى الكراسي والاخوات فوق ما شاء الله والشوارع مليانة والساحات مفروشة والسوندات على طول الطريق حاجة تفرح منظر كأننا في الحجة او في العمر ربنا يا رب اتقبل تم ايام مكتبات الدرس في المسجد الفتح مرة تصل بيا اخت والله ما انسى دي الاخت لبنا يا حفاظها من المعادن بتقول لي بتقول لي والله كل يوم اظن كان درس كان يوم خميس كل يوم خميس بتقول لي اركب متر حلوان من الساعة عشر صبح لحد اداني العصر تقول لي ما بنزلتش بس غير لصلاة الظهر تقول لي افضل ركب المتر رايح جاي تقول لما اركب العربية بتاعت الاخوات اللي ايه او العربية اقول لهم يا اخوات ما تنسوش درس مسجد الفتح ان شاء الله الشيخ محمود المصري الساعة كزا بالله عليكم تحضر تقول لي والله كان بيستجيب عدد لا تتخيلوا في ميزار حسنتها كان اخي تاني بيعمل حاجة بقى غيرها خالص كان يعمل ايه كان يعد على الاهاوي قبل الدرس بساعة يشوف مثلا عشر اتنشر اهوة كده في المنطقة وما عد عليهم ويكلمهم عن الدرس وياخد بقى اللي ربنا يا الصلاة ويروح بايه ويروح بالدرس ربنا يا رب يتقبل منه ومنكم حايزك تطهاري بيتك من المعاصي والطهاري قلبك من الحقد اي حاجة فيها معصية لله فيها مخالفة لامر رسول الله ابعديها وحايزك تتخيلي ان النبي داخل عليك وهيشوف بيتك وهيدي تمام على حجابك فانت عايزة تشوفي يعني عايزة تظارف اجمل صورة في اجمل منظر لان ده النبي ده مش دعية انت بتعزيه زي اخوكي وتحس ان هو ده الدعية اللي بتحب تسمعيه ده النبي سيد ولدي ادم صلى الله عليه وسلم شوفي بيتك بقى شوف تهب النبي يشوف ايه بيتك واعمليه بيتك عايزك تراعي سلوكياتك خارج البيت انا بقولك وماذا بعد الحجاب خارج اخت الفاضلة انا بلبس حجاب مش عشان ابقى جميلة في الحجاب لا عشان ابقى عفيفة في الحجاب علشان ان انا اخفي زنتي وحلوتي بالحجاب مش عشان اخلي الفتنة تزداد ما بقاش لابسة النقاب رفعة من فوق لحد هنا ومنزلة لتحت لحد هنا وما سوى زالك كده ومشي عمالة يعني ايه يعني عمالة ببص هنا وهينا ما ينفعش هتلبس نقاب بقى لبس نقاب شارعي ما بقاش لابسة نقاب ولابسة عليه لنسس عدسات لاثقة والعنين الخضرة ومحجمها بقى بالشادو دات ولي ما عافش ولا ايه والحيات دي كلها والحيات اللي ميدا انا عارفها دي انا ما عافش حيات دي فما يبقاش المنظر كده لا يبقى لابسة حجاب لله لله لابسا ما ينفعش حجاب وكحب عالي ماشي يا عمالة تتمايل ما ينفعش حجاب واللبس بقى ايه ترتل واخضر وازرق وشفتشي ومشي عاف ايه لا حجاب حجاب يا جماعة اخواتنا حجاب لله تحذري من العطر والمكاج ان العطر حرم عليك ان انت تتعطري وانت خارجة من بيتك في بيتك بقى برحتك بقى حطي بقى لا ومن شوه ده بتاع رجالة تحطي بقى مش عارف ايه اللي انت عايزة كله حط اللي انت عايزها طبام انما بره بيتك اخت الفاضلة هو تحطي اقتر ولا مكياش طبعا ده ما بقى اول يعني الحاجة التالتة الصوت العالي بالله عليك اخت الفاضلة الصوت يبقى همس همس كده يعني وانت بتتكلم مع اختك مع زوجك مع ولادك في الشارع همس مش بقى تبقى اختك وقفة في اخر الشارع وانت عملها بتنادي يا امو فلانة واتقولك يا امو فلانة امو شاب ايه وانت بيتنادي على بعض يعني كاننا بنبيع اي حاجة يعني لا مينفعش صوت يبقى اخت الفاضلة كده صوتها هم هادي وبيبقى في بنات متبرجات بصوتهم هادي جدا جدا فتبقى مش هتلاقى اخت مثلا محجبة صوتها عالي تقول ايه ده ايه ده هم صوتهم عالي كده ليه تبقى اخت داخل المسجد يعني يدوب اول مرة تحط بس كده حتة شرب كده داخل لا بيترب بنا عشان نفسها تقرب تخش جوه ممكن تتفتن بسبب اخت مثلا التزامها يعني هش اه لابسة ما شاء الله ومزبطة لبسهوة لكن سلوكيات غلط تخش جوه وهيصة واكل وشرب وحلل الاكل في بعض الدروس يعني ايه حاجات طبعا من مناظر ما ينفعش ما ينفعش انا كملتزمة الكلام ده غلط ده ضد الالتزام ده صورة وحشة الالتزام انا مش عايز اكون فتنة لوحدة لسه عايزة تلتزم عايز اخش المسجد اما ما شاء الله خلت المسجد دخل هدوء ما شاء الله دخل اسمع درس علم يبقى درس شغال والشيخ عمال يتكلم وقلبه يعني محروقه صوته اتنحر ويها يا حبيبتي يا عملت ايه النهاردة والكسة طب اختها ازاي زي ما قلتلك بقى زي ما شفت بقى كده الوصفة زي الفل استنى واخدها مش حارف من برنام لا اخت الفواضين انت ببيت ربنا دخل تسمعي درس علم ربنا احفظك اسألي نفسك بقى سؤال وخليك صراحة مع نفسك انا من ساعة ما التزمت سواء اللي التزمت قبل الاسبوع اللي فات او اللي التزمت من يوم الاتنين اللي فات للاتنين ده او اللي هتلتزم من الاتنين ده اللي بعد كده بقى انا ايه اللي اتغير فيها السؤال ده مهم جدا 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 كنبلة موقوتة وايه منطلقت بعد الاتزام ما ينفعش لا ما عاشت السنة كده مفيش حالة في الاسلام السنة كده مفيش حالة يسمعها في الاسلام السنة طول عمري كده وبقى الناس لازم تقبني على كده لا الناس تقبني ليه الناس مجبورة مجبرة لنها تعملني كده ليه مفيش حالة يسمعها أنا كده انا الاتزامت خلاص فدوء سكينة اخلاقيات بسمة حلوة معاملة طيبة تواضع تواضع مراحب بيحزن جدا لما يلاقي حد بيتكلم بكبر او بقلطة او بعجرفة او الان عنده عالي او ايدي يتكلم مع حد دلهم انا فلان انت مين يعني ربنا يبار فيه من تواضع لله رفع قال جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعتوها هكذا سبحانه وتعالى كنت قبل الانتزام كنت بقى كدب شوية لأني بطل كده الغيبه فاكهة المجالس والاحدة مبتحلاوش بقى لما يجيب سيرة فلانة وفلانة واما عبدالله واما هنس وسبق بالكلام ده كله بقى مش عايزين سير الناس وإيه يعني يعني علامة الافلاس كثرة الحديث عن الناس احنا عايزين حديثنا كله عن ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم طيب لازم نغير قسطبنا في الكلام اخت الفاضلة بقى ده المكان كلام لقبل الالتزام اوكي ومرسي وصري وجوت النخ وهذه اهيات لر وهوريون يحمدوه لأ يبقى ايه الكلام بقى حاجة تانية بقى خالص بقى جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ان شاء الله ومش بتكلف بقى يعني مش عايز بقى جزاكم الله خيرا بحبش الاسلوب اللي فيه تكلف زايد لا خليك طبيعيا جزاكم الله خيرا اخت الفاضر ربنا يبرف فيك انت بالكلام اختك يعني جزاكم الله خيرا ربنا يبرف فيك ربنا يا رب يعزك ويحفظك ربنا يخشع قلبك لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك ببساطة مش لازم معنى اقعد بقى انغم في صوتي وقعد اجيب الطبقة اللي هي فيها لا طغط الفاضر التكلف مش كويس بقول دايما سر النجاح اي انسان في الدنيا سواء كان داعية سواء كان تخاله حتى في سامحوني حتى في الحرام حتى في الاغاني حتى المطربين يقولك احلى حاجة في المطرب دا انه طبيعي احنا حاجة في الموثل اللي هو على طبيعته ما بيتكلفش نسمحوني انا مش بدي مثلا يعني بس انا بقولكوا حتى في الحاجات الحرام الطبيعة حلو الانسان اللي ما يكون على طبيعته جميل المزيع اكتر مزيع بيبقى مقبولة عند الناس اللي على طبيعته اما اللي بيتكلف ويقعب بقى يتكلم بطريقة معانا ما بيبقاش لي قبول عايزك تغير قدوتك قدوتك قبل الانتزام الفنان الفلانية والرقص الفلانية ومشعب الفلانية لا 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 انا قدوتي من النهار دا خلاص امهات المؤمنين حبيبي خلاص امي خديجة وامي عائشة وامي جويرية امي ام سلمة هم تقول ايه وقرأي بقى صحابيات حولها لصول بقى اقرأي بقى بقى امهات المؤمنين وشوف بقى قدوتك اتعاملة ازاي وقال لدي تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحوا شوف دي ادي حاجة عايزك تنعلم الانفاق مش عايزك تبقى بخير اوعي يا اسماء النبي بيقول كده يا اسماء امفقه ولا تحصي فيحص الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك فلاف اقسموا علينا ما نقص مال عبدي من صدقة قال جل وعلا قال ايه شوف بقى للاه وما انفقته متشاق فهو يخلفه وهو خير الرزقين سبحانه وتعالى هتنسي كل شقاء وكل بلاء عشتي في حياتك مع اول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى طيب تراعي بقى احوالك مع الناس ازاي في أجالة سريعة كده اشان خلاص فاضل عشرة دقيق وميدا انا هسكر لو كنت بنت لو كنت بنت احوالك بقى مع الوالدين انت لسه مرحتش بيت جوزك احوالك مع ابوك وامك اخر مرة وحيسك بقى كده ترد علي اخر مرة بصتي ايد امك و ايد ابوك كان امتى وقال لي ولا مرة خليها في سرك النهاردة ان شاء الله بوس ايديهم مش النهاردة دلوقتي لو امك قاعدة جنبك بلدع عليك بوس ايديهم ولو بوك عجبك بوس ايديهم ولو الاتنين اشتغل بقى استيريو يمين وشمال تمام كده ولو مش موجودين ميتين ادعي لهم واستغفر لهم ولو واحد منهم موجود بوس ايديهم ودعي للتاني وهكذا ربنا يكرمك يا رب ويحفظك ده لو كنت لسه يعني والدك و والدتك لو انت كنت طالبة ما فيش بقى دعا للاختلاط يعني لو قدر حتى انك بطوليت بمدرسة فيها اختلاط والاصل احنا عايزين مدرسة ما فيش اختلاط يبقى ما فيش اختلاط بالشباب ما فيش علاقات مع الشباب قد بصر حرص على التفوق بعد عن الغش دحوة الى الله سبحانه وتعالى لعله وعسى حق الجميل موجود تقدر تشتغل ما شاء الله زميلاتك بالاخلاق الحلوة المعاملة الطيبة بالهدية بالقدوة الحلوة ودي جميلة او احلى حاجة في الدعوة ان انت تكون قدوة لزميلاتك بفضل الله بيكون سبب كبير جدا الالتزام بفضل الله سبحانه وتعالى لو كنت معلمة مدرسة في مدرسة بنات تكوني قدوة بقى تخش الفصل ان انا جاي يقدي درسه بس انا بس عب بلقائكم يا حبيبي ونفس ربينها يجمعون وقاياكم في الفردوس الاعلى والكلام معهم بالصبح حلو ذكرت لكم انا المدرسة الفاضلة اللي داخلت فصل بقى في مدرسة يعني هاي كلاس حاجة بقى كده ما شاء الله مستوى حالي قوي فالفصل يتوب فيه 15 بنت 14 واحدة محجبات واحدة مش محجبة فداخلت فبدل ما تقولها ايه اللي انت عاملها ده مش شايفة اخواتي كلهم لابسين حجاب انت الوحيدة اللي شاكلك شاز ومش شايف ايه ما حملتش كده عملت ايه سامحوني بصت للبنات وقالت اخص عليك يا بنات كده تخشوا الجنة وتسيبوا اختوكم اللي بتحبوها فقالت خير يا قبلة هو اللي بالبس حجاب بيخش الجنة قلت لها ان شاء الله حبيبت اللي بالبس حجاب ان شاء الله اميرا احدا ده كلام النبي لو كنتوا اميرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقها عليه الله اكبر شوك ده طيب تحفظي سره سر زوجك ايه ايه اطلع بره حصلت ما بينكم مشاكل ما تطلعش من غرفة النوم ربنا يا حفظك مشاكل ما بينكم ومن بعض ما تبقاش قدامي الاولاد لان ده بيهدي الاولاد وبيضمر حياتهم وبيكرههم في الزواج وفي العيشة وبيكرههم في الام وفي الاب وبيحصل حاجة من الاتنين الابن لما يشوف الام والاب بيتخنقوا يا يكره الام يا يكره الاب يا يكره الاتنين اخدوا بالكم وحذروا ان يبقى في خنقات بين الاب والام نظفة البيت مهمة اوي اوي يا ما ازواج ضاعت حياتهم مع بعض بسبب ان مفيش نظفة في البيت مفيش نظفة للاولاد مفيش نظافة شخصية لنفسها مفيش اهتمام بأكل وشرب حس انه عايش في مكان ما يتعاش فيه وممكن تكون اخت فاضلة لكن احيانا بتستحيل الحياة النظافة النظافة فعلا من الايمان ربنا يا بار فيك رب العالمين حاجة بقى مهمة ودي من اهم الاشياء والله من اهم الاشياء هدوء الطبعة احيانا بتكون زوجة يا جماعة ودي نصيحة الاخواتي تكون زوجة طيبة وزي الفل ونضيفها في نفسها وبيتها اولادها طبخة زي الفل كل فل اوبشن كل حاجة بس اخلاقها صعبة زوجها ممكن يسيبها ويكره العيشة معها بسبب علو الصوت والعصبية والنرفزة والاخلاق الصعبة دي الزوج ما يحبش الزوجة تقفله زي الرجل لا زوج يحب الزوجة الهاتية الطيعة اللينة حتى لو كان فيها عيوب قد كده تاني ممكن يتغاد عن اي عيب الا ده الا انها تقفله الند للند وده بيحصل احيانا يا جماعة فاوعوا واحزار اخت الفاضلة ربنا بل فيك تعيني زوجك على قيام الليل وعلى صيام النوار فربنا احفظك تقف وراء زوجك بقى لما زوجك يبقى كون رجل ناجح او نفسه ينجح حتى لسه مجحش ونفسه ينجح اقف وراء زي ام امنا خديجة وقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وساعدته وسندته صلى الله عليه وسلم احملي زي امك خديجة خديها قد وليك في الموضوع دو طيب لو كنت ام بقى تربى اولادك على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفيهم حق ربنا تعرفيهم حق الوالدين حق الجار احترام الكبير الصدق الامانة لو مدت هينفعك اولادك اذا مات الانسان انقطع ملو الا من ثلاث من بينها او ولد صالح يدعو له وان الرجل الرجل هنا يشمل رجل مرأة ان الرجل ترفع درجاته في الجنة فيقول ان هذا ازاي فيقالوا باستغفار ولدك لك لو قطعت ربنا واتبعت النبي هتنسي كل تعب وكل شقاء وكل بلاء مع اول غمسة في جنة رب الارض والسماء سبحانه وتعالى هتبقى الحاحل وقوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويؤتى بابأس اهل الدنيا من اهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يقول له رب جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا انقط هل مرت بك شدة انقط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا انقط وما مرت بيا شدة انقط دي كانت لما حد سريعا اخت الفاضلة ربنا برفيك عن وماذا بعد حيات اخت الفاضلة بالله عليك بالله عليك بالله عليك لازم تكون قدوة طيبة لكل مسلم على وجه الارض ولازم تكون قدوة لأي وحدة غير مسلمة حتى تشوفك تشوف الاسلام من خلالك ربنا يعزك ويحفظك يمكن باخلائك بحجابك بمعاملاتك بسرقياتك ببسمتك بصدقت باخلاصك يمكن تكون سبب دعوة وحدة مش مسلمة تسلم على أديك بفضل الله سبحانه وتعالى بالله عليك الحجاب هو ألف به التزام لكن في حاجات تانية وراه وفي هم كبير شي لهم الدين قولي من هنا وراح اكون داعية الى الله سبحانه وتعالى يعني فاضلين الحياة اربع دقيقة فقط ندعي فيهم في رجالة سريعة كده اني داعي فأمل من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا أسطر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا أرزقنا جميعا حسن الخاتمة أرزقنا جميعا حسن الخاتمة أرزق أخواتنا الحجاب والحياء والعفاف يا رب العالمين بارك في أخواتنا المحجبات يا رب العالمين ثبتهن على الإيمان وعلى الحجاب يا رب العالمين اكفنا شر شياطين الإنس يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر شياطين الإنس يا رب العالمين اللهم ارزقنا المزيد والمزيد والمزيد من محجبات طوال هذه الأيام يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سختك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ارزقنا جميعا حصن الخاتمة نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد برحمتك يا رب العالمين فرج هم إخواننا في المسجد الأقصى فرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان يا رب يا رب إنهم جوعة فأطعمهم حفات فحملهم عرات فاكسهم اغفر لنا ولهم اغفر تقصيرنا نحوهم اجعل الدائرة على اليهود الملعين برحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم استرنا وارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا منقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم وأذكر أخواتي للمرة الأخيرة جدد البيعة مع رسول الله والبسح جابكم ومنتظرين رسائلكم وهقراها إن شاء الله كل أسبوع هقرا مجموعة من رسائل من أسمائكم الجميلة ربنا بار فيكم ويسبتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة